موسيقى مرحبا بكم أعزائي التلاميذ في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية لصفة الرابعة الابتدائي درسنا اليوم يونت ثري لسن ثري اليونت الثالث الدرس الثالث أنوان الدرس كلاس ثري ستول كشك الصفة الثالث موجودة صفحة 42 من كتاب الطالب صفحة 40 من كتاب النشاط قبل ما لديه بالدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمالستاد طيح سين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع حلقات دورة الرابعة الابتدائي صفحة 42 من كتاب الطالب مكتوبة على الصفحة كلاس ثري ستول كشك الصفة الثالث بالدرس السابق أخذنا كلاس فورز ستول كشك الصفة الرابعة أما بهذا الدرس رح نأخذ كشك آخر باليوم المدرس المفتوح اللي هو الكشك الخاص بالصفة الثالث بأسفلها مكتوب كلاس ثري ستول كشك الصفة الثالث يبيع الطعام انظر إلى الأشياء اللذيذة الأشياء اللذيذة التي يملكونها في الكشك الخاص بهم بعدها يقول لي read and write the names of the foods اقرأ واكتب أسماء هذه الأطعمة أو الأكلات منطيني مجموعة من أسماء الأكلات وتحتها صور هذه الأكلات يطلب من عندنا أن أقرأ ذن الأسماء أسماء الأكلات أو أوزعها على الصور المناسبة لها قبل ما نبدأ نكتب أسماء الأكلات تحت كل صورة لازم نعرف أنه ذن الأكلات يجب حفظها إملاء زائدا معاني وعدنا تمرين بكتاب النشاط عن إملاء هذه الكلمات فمثل ما راح نجيو نوضح إن شاء الله بعد دقائق إذن يجب حفظ إملاء ومعاني هذه الأكلات معانيها لمن الممكن نجيب لي بالامتحان أسمائهن وصورهن أوصل الأسماء بالصور فأنا إذا ما حافظ أسماء الأكلات ومعانيها ما أقدر أوصلها بالصور المناسبة أما إملاءهن فمثل ما تعودنا بدروس سابقة إنه من الممكن نجيب ليها على شكل حروف مباثرة أو حروف ناقصة أو مثل ما راح نأخذ إن شاء الله بالتمرين بكتاب النشاط نوع جديد من سلة الإملاء فأول شيء خل نجيو نعرف معاني ذنك كلمات كيكس هي الكيك أخذناها بدروس سابقة ووتاميلون هاي جديدة ووتاميلون معناها الرقي كوكيز المعجنات أو الكعك ساندويتيز الشطائر أو اللفات بيتزا هي نفسيتها البيتزا سويتس الحلويات بعد ما عرفنا معاني ذنك كلمات وحفظناها نجيو نوصل الأسماء بصور مناسبة فمثلا نمبر وان الصور الأولى هاي صورة شنو كيكس الكيك أكيد لا ووتاميلون الرقي نعم هاي صورة الرقي فأكتب تحتها ووتاميلون نمبر تو ثانيا صورة هذه الحلويات شنو نناسبها كيكس ما تناسبها كوكيز معجنات أو الكعك أكيد غير مناسبة ساندويتيز شطائر أو اللفات غير مناسبة بيتزا كذلك غير مناسبة سويتس حلويات نعم هذه هي حلويات فأخلي كلمة سويت تحت هذه الصورة نمبر ثري ثالثا صورة هذه المعجنات سميناها سميناها كيكس أكيد لا ووتاميلون استخدمناها كوكيز معجنات أو كعك نعم هذه أكثر كلمة مناسبة نمبر فور رابعا صورة هذه الشطيرة أو اللفة شنو نناها سميناها ساندويتيز ساندويتيز شطائر أو لفات نمبر فايف خامسا صورة هاي الكيكات شنو نناها سميناها كيكس أما الصورة الأخيرة صورة البيتزا فأكتب تحتها كلمة بيتزا بعد ما وصلنا أسماء الأكلات بالصور المناسبة لها ظن جدا ضرورة أن نحفظهن كاملاء ومعاني شيطلب من عندي يقول لي listen and say استمع وردد يطلب من عندي أن يردد هاي الكلمات فما يحتاج نستمع المقطع الصوتي رح أقراها آني بصوت واضح وحاول ترددون بعدي بعدها يطلب من عندي ask and answer يسوي الأستاذ محادثة بين تلاميذ اثنين التلميذ الأول يسأل والتلميذ الآخر يجاوب شنو السؤال السؤال كالتالي how much are the cakes how much كلمة جدا مهمة معناها كم السعر إذا أريد أسأل عن سعر شيء معين أو سعر أكله من هذه الأكلات أقول how much مثلا how much are the cakes كم سعر هذه الكيكات أو how much are the sweets كم سعر هذه الحلويات أو how much are the cookies كم سعر هذه المعجنات أو الكعك فضروري جدا أعرف شنو أسأل عن سعر هاي الأكلات طبعا هو كاتب أسعارهم 100 IQD 100 دينار إراقي 250 IQD 250 إلى آخره هذه الأرقام عرفناها بدروس سابقة شنو نقدر ننطقهم شنو نقدر نقرأ الأرقام وعرفناها من الواحد لحتى الألف فالتلميذ الأول يسأل how much يختار أكله مثلا يقول الشطائر how much are the sandwiches كم سعر الشطائر التلميذ الآخر يشوف ايش قد السعر ويقول له سعرها يقول له مثلا they are 200 IQD each إنها 250 دينار عراقي each each معناها لكل واحدة لكل قطعة 250 دينار يسأل له سؤال ثاني مثلا أو يختار تلاميذ آخرين التلميذ الأول يسأل how much مثلا are the sandwiches كم سعر هذه الشطائر التلميذ الآخر يقول له they are أنها مثلا 300 IQD 300 دينار عراقي each لكل شطيرة أو لكل لفة هذا ما يخص هذه المحادثة ضروري جدا أني أعرف شون نسأل عن السعر الشطيرة وشون نجاوب عنها how much معناها كم السعر وأقول they are لأن أغلب هنا يعتبر أن جمع فأقول they are وزاعدنا السعر 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 قد مكتوب قدام الصورة أنا أضغها هاي عبارة عن محادثة بداخل الصف ننتقل إلى نشاط الآخر listen what did lina friends buy استمع what did lina friends buy ما الذي اشتراوه أصدقاء لينا هذولا كلهم نادية طارق ورنة وخالد هذولا أصدقاء لينا يطلب من عندي أني أعرف كل واحد شنشترا cookies cakes watermelon sweet sandwiches وبيزا هذين الأشياء اللي ممكن يشتروها كل واحد شنشترا وش قد عددهن يعني مثلا هون منطين مثال طارق مشتري ثنيا كوكيز ثنيا من المعجنات أو ثنيا من الكعك فكتبت قدام طارق مشتري قطعتين اثنيا من الكعك زيان على شنه يعتمد حل هذا النشاط يعتمد على المقطع الصوتي المقطع الصوتي هو عبارة عن لينا تجي تسأل نادية وطارق ورنة وخالد مثلا what do you want طارق ماذا تريد يا طارق فطارق يقولها مثلا two cookies اثنان من المعجنات one sandwich أو a sandwich واحدة من الشطائر فأنا أكتب واحد رقم واحد قدام الشطائر اللي طلبها طارق فنستمع المقطع الصوتي نتبعويا ننتبه له ونحلويا نكتب على تقطع كل أكلة اشتراها كل شخص من ذول الأشخاص طارق 55 ترجمة نانسي قنقر 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 على شكل محادثة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر